في ليلة صيف وسماء صافية الأديم كل ما يمكن رؤيته من نجوم السماء حوالي ألفين نجم وقمر وخمس كواكب وربما شهاب أو نيزك ساقط ده كان كل المتاح بالنسبة للفلكيين بتوع زمان اللي ما كانش عندهم آلات لكن حدث في سنة 1781 في واحد بيبص بتلسكوب بداي اسمه وليام هرشل وكان بياخد فكرة كده ويبص يعني يتلفت يفتش على السماء في الليلة دي ففوج بكوكب جديد كان هو الكوكب السادس وإذا أتخنى الأرض في الحساب يبقى كان هو الكوكب السابع وهذه الليلة كانت ميلاد الكوكب أورانوس بعد كده بمئة وسبعين سنة أمكن تصوير أورانوس ومعاه الأقمار الخمسة بتوع أمكن تصوير الحلقات التي تحيط بأورانوس اللي هي شبيهة بحلقات زحل المناسبة أن كل عدد من السنين بالذات كل مية خمسة وسبعين سنة جميع كواكب المجموعة الشمسية بتصطف في صف واحد وبالتالي دي فرصة لأنه كمكن تبعت مركبة فضائية لكوكب فالكوكب بالجاذبية بتاعته يروح حدفها أكنه مؤلعة وشفنا لأول مرة كوكب أورانوس مغطى ومغلف بالضباب والدخان الجو بتاعه اتضح أن سمك هذا الجو 4000 ميل من الهايدروجين والهيليم وبعد هذا الجو فيه بحر شامل من الغازات المسيلة اللي هي الميسين والنشادر والبحر دع عمقه 6000 ميل يعني حوالي 10,000 كم شيء رهيب والآخر خالص في الأعرة بقى نلاقي القلب بتاع الكوكب أو مركز الكوكب وهو مركز صخري درجة الحرارة وجدوا أن هي 200 درجة تحت الصفر واكتشفوا أن الكوكب مقلوب على جنبه وبيدور وهو مقلوب على جنبه وبالتالي هتبقى الشمس متعمدة مش على مدار الاستوى وخط الاستوى زي الأرض لا هتبقى الشمس متعمدة على القض ومعنى كده أن دواران أورانوس مش هيعمل ليل ونهار حيتنى النهار على طول واللي بيحصل أن النهار بيقعد 20 سنة 20 سنة نهار وعشرين سنة ليل على ما يتغير الميل بتاع الكوكب وميراندا أسماء كلها أسماء حريات تتفاوت أقطار هذه الأقمار من 300 ميل ل 900 ميل أصغرها ميراندا وهو أقرب الأقمار إلى أورانوس كوكب نهاره ما هوش زي نهار الأرض يعني الإضاءة فيه واحد على 3000 من إضاءة الأرض لأن الشمس بعيدة أول فأكن نهار أورانوس زي ليل مقمر عندنا وطبعا ليل أورانوس اللي بيجي بعد 20 سنة بيبقى كوحر أيضا الأقمار الخمسة إضاءتها طفيفة فهي تبان رمادي ومعتمة الأقمار اتطلح برضه كل أمر مخبوط على جنبه وبيدور على جنبه أسرة غريبة جدا من أورانوس أقماره كله مضروب على جنبه كله بينام نايم وبيدور جنيبي بسيحكاها برضه نهار هذه الأقمار برضه 20 سنة وليلها 20 سنة حول أورانوس وجدوا 11 حلقة شبيهة بحلقات زحل يمكن الفرق إنها أقل سمكا والحلقات دي عبارة عن نزرات وطراب وحصة فتفيت تلج عمالة لف حولين الكوكب لا أثر لي حياة أو نشاط على أورانوس إنما المنظر عدم في عدم وسقيع خامد ونشوف الفيلم دي السمه في ليلة صيف ما تشوفش فيها بعينك المجرادة أكتر من ألفين نجم وأمر وخمس كواكب وشهاب ساقط أو كده لغاية ملازاتها مساء في ساعة 1781 كان صاحبنا دا اللي هو وليام هرشل موسيقار غاوف لك من الشباك بيبص كده صدفة شاف حاجة جديدة ما كانش بيشوفها أبدا في أي ليلة كوكب سادس أو سابع بقى بالنسبة لأنه لو حسبنا الأرض حيبقى كوكب سابع هذا الكوكب سماه أورانوس وهكذا ولد أورانوس سنة 1781 في مارس وبعد كده بمئة وسبعين سنة أمكن تصوير أقمار أورانوس هذه أربع أقمارهم والخامس الزغير دا ميراندا بعد كده سنة 1984 أمكن تصويره بأقمار الخمسة وكمان حلقاته ظهرت في الصورة هنا نشوف أورانوس لأول مرة بيدور على جنبه المناسبة كانت أن كل 175 سنة جميع الكواكب تصطف في صف واحد ويبقى من السهل أنك أنت تبعت ركابة فضائية تنقل من كوكب لكوكب بالقوة الدفع بتاع الجاذبية بتاع الكوكب فدي فرصة فبعتوا فيوجر 1 وفيوجر 2 وده أورانوس لأول مرة بيبدو مغلفا بالضباب والدخان واتضح أن سمك الجو 4000 ميل ويليه بحر سمكه 6000 ميل ومن الغازات المسيلة وفي القلب من الكوكب صخري القلب صخري درجة الحرارة 200 تحت الصف حجم الكوكب حوالي 40 مرة قد الأرض الكوكب قلنا أنه هو مقلوب على جنبه فبدل ما هو يمشي زي الأرض الأرض بتمشي بالشكل ده والشمس متعمدة على خط الاستوى وفيها ليل ونهار دورانها يعمل ليل ونهار دي الأرض لأن الشمس متعمدة على خط الاستوى إنما صاحبنا ده مقلوب كده مقلوب كده يبقى كأن الشمس متعمدة على القب وبالتالي يدور ما يدور مش مهم مفيش ليل ونهار ما يدورانه وبيمعملش ليل ونهار زي ما احنا شايفين نهار 20 سنة وبعد ما يغير الميل يبقى ليل 20 سنة فحاجة طبعا غريبة ويوريك الحركة اللي هي على الجنب اللي قلنا عليها دي وإزاي الشمس متعمدة على القب مش متعمدة على الخط الاستوى لكن اللي احنا شايفينه ده القب وبعدين ظهر فعلا أن حول الكوكب في حلقة كبيرة حلقة دي اللي يسموها إبسالوم أكبر حلقة فيهم تضح إن مش حلقة واحدة وسمو كل واحدة بالاسم وبين كل حلقة وحلقة عدة ألوف من الأميال بينما الحلقة نفسها عرضها بضعة أميال 11 حلقة من جزيئات التلج والحصى بتلف حوالين الكوكب اللي بالنورة من بعيد دي الشمس طيب ليه الحصى بيتعامل في حلقات ما كان ممكن يبقى بالشكل له قالك لا ده بيحصل إنه بيبقى حلقات بسبب حاجة اسمها الأقمار الرعاة شايف الأمر اللي لوحد ده الأمر ده هو اللي بيسوق القطيع كما لو كان الرعاة يسوق الغنم أقمار اللي هي بيبقى فيه أمرين واحد على يمين واحد على شمال الحلقة أدي واحد على يمينها دي الأمر اللي على الشمال ده وحيوريك أمر تاني أهو على يمين الأمرين دول زي كلاب الحراسة هم اللي صفوا الحصى وخلوه يمشي فيه خط زي ما احنا شايفين كده أدي واحد وأدي اتنين هم اللي صفوا الحصوات في شكل حلقات في الشكل الحلقي العجيب فأكن ده نوع من النظام نظام نتيجة قوى الجذبية للأقمار الرعاة حاجة ثانية لحظوها إن ما بين الحلقات وبعضها فيه إضاءة خفيفة شايفين الإضاءة دي؟ معناها إن الحصب يتفتفت بالإطراب والإطراب الشمس يتنوره دليل على إن الحصب يتفتفت وحيبقى إطراب وتنتهي الحلقات في يوم ما بعد مئات الملايين أو مئات الألوف من السنين شوفوا قدروا يوصلوا لمعلومات تفصيلية فعلا عن مصير الحلقات وتركيب الحلقات وليه هي حلقات وما كانتش عبارة عن مجرد فوضى من الحصى والرمل وبعدين حتى إيبسلوم اللي هو أكبر حلقة منهم وأعرض حلقة اتضح إن هي تتركب من مئات الحلقات كمان زي ما احنا شايفينهم كل دي تركيب حلقة إيبسلوم اللي هي في الأول وبعد كده شافوا بعد الحلقات بقى خروجا من الكوكب لقوا قميرات صغيرة سموها بالاسم ده يو ون ولقوا قمير آخر يو فور يو سري يعني أربع قميرات لقوها دي شكل القميرات واضح إن واحد منهم واخد خطة وفجوة نيزكية على اليمين شايفينها والإضاءة بتاعته خفيفة أوي ومعتمة وشايفين إن الكوكب مقلوب على جنبه والشمس تضيء القطب وليس المضار الاستوائي ده السر في إنك تلاقي مساحة بيضة وفي الوسط مساحة غمئة ترابية كل الحاجات دي بتحكي عن قصص خبطات نيزكية خبطت الأمر وعملت العلامات اللي فيه دي نح كل دي احتمالات وما بيفكروا يعني مثلا في الأرض عندنا الفوالق دي كلها فوالق زلزالية وتحصل بالزلازل وعن تجي السيول تشكل الفوالق الموجودة دي وتعمل لنا الصورة الجيولوجية النهائية اللي بنشوفها على الأرض فترى اللي حصل هناك في الأقمار البعيدة نفس الشيء ولا عوامل أخرى فبيفكروا طبعا الحكاية الغريبة في الأورانوس وكواجبه هي حكاية إنه هو كله مقلوب على جنبه وبيدور فبيشبه لك الحكاية دي بالجايروسكوب الجايروسكوب ده اللي هو داير في وضع طبيعي لما أجي أخبطه فتكون النتيجة إن الجايروسكوب ينام على جنبه لكن يتن ويدور برضه نفسي ده حصل فيه أورانوس وحصل فيه جميع الأقمار الصغيرة اللي حواليه وهو اللي عمل الحلقات من الطراب والحصل اللي تكون وفي نفس الوقت الأقمار كل واحد منهم خد له خطة فتشألب على جنبه ونتيجة الرابطة الجذبية بينهم كلهم أصبحوا أسرى غريبة من كوكب ضخم اللي هو أورانوس وحواليه خمس أقمار الكل عمالي رف على جنبه وبيتلقى نور الشمس متعمدا على القطب وليس على المدار الاستوائي قصة غريبة انفرض بيها أورانوس دونا عن جميع كواكب المجموعة الشمسية والقصة اللي مكتوبة مكتوبة على وجه كل أمر وشفنا إزاي العلماء ترجموها وفهموها وعملوا المسلسل التطوري ومسلسل النشأة لهذه الأقمار ولهذا الكوكب يعني طب ما هي الرسالة اللاسلكية دي حروف طب ليه بنستعجب وما نصدقش وننكر يعني الدعاء المستجاب وليه ننكر الصلاة الشافية طيب ما هو الدعاء ده عبارة عن خروف مرفوعة إلى رب العالمين والصلاة الصلاة دي حاجة أعمق كمان شفيها الطاقة دي كلها مرفوعة إلى رب العالمين ولا مثلا لما ايه حد يقولك عن دعاء الوالدين لو انت كلمت حد عن دعاء الوالدين تلاقيه بصلك في سخرية كده كما لو كنت حفرية قديمة أو كما لو كنت بتنكت يعني دعاء الوالدين ايه يا عم ليه ليه مع ان دعاء الوالدين ده ده دعاء الأم ده والأم دي محور الكون اللي تبنى عليها الكون كله هي الأمومة دي فإزاي تستعجب ان دعاء الأم مش ممكن يوصل لسماء السبعة ويشفي ابنها وا 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 الاخر فطبعا ده جهل فضيع لأن احنا شفناه حتة رشدة لاسلكية ما تسواش بتوصل على بعد مش عارف الفين مليون ميل وتعالي كمبيوتر هناك وده كمبيوتر حتة تعدى ما تسويش وإحنا عباد فما بال رب العباد واللي يقدر عليه ودي الحروف لاسلكية لا تودي ولا تجيب فما بال الحروف اللي فيها اسم الله سبحانه وتعالى الخالق الأعظم اللي صنع الكون كله فإيه وجه العجب ان الدعاء يستجاب وان الصلاة تشفي وان دعاء الأم فعلا يكون له أثر أعظم من أي تأثير عقاقير ولا بنسلين ولا مش عرف إيه ولا إيه يعني هي المسألة مسألة جهل وبعدين مش قادرين نفهم قلويات المسائل وبعدين مش فهمين نعرف النسبة الحقية من كتر ما جراننا نعمل الانبهار بالحاجات السواريخ وبتاعتها أما تحطها كده بالنسبة للشموس والنجوم وتكون اللي نهائي ده تلاقي دي مجرد لعب يعني هي صحيح حاجات مفرحة ومبهجة ومبهرة وتدل على علمها لكن لازم نحطها في حجمها الحقيقي فيما يصحش ان الحاجات دي تحجبنا عن القدرة العظيمة لخلق الكون ده بالعكس ده ربنا بيدينا مثال عن طريق الحاجات العلوم ما هو اللي بدينا العلوم دي كلها وهو اللي علمنا اللي سلكي والمش اللي سلكي وعجزاي نبعث ونعمل وكمبيوترات ما هو ده العلم هو اللي بديهنا فبيضرب لنا مثال بإننا ما نستعجبش يعني لما واحد يقول يا رب إنها ممكن يا رب لما تطلع من القلب ومن الأحشاء وتطلع بالدموع يا لا تحيي أمم من عدم فربنا بيضرب لنا المسال ولازم نفعل قضية في حجمها الحقيقي وبعدين ما نستهنشي بالحقائق الكبرى فالأمومة ده شيء رهيب شيء عظيم محور اللي تبنى عليه الدنيا النقطة الثانية اللي هي نوقف عندها في تأمل في حكاية أورانوس حكاية الغريبة دي إن الكواكب والنجوم لها تاريخ ولها عمر ولها مصار ولها تطور ولها أقدار وتجري عليها الحوادث زي ما شفنا الأورانوس زي هو وباقت الأخمار ابتدوا من سديم وتكسفهم وباقوا مع شكلهم الحالي وبعدين جاء أورانوس خط خط محنة زي المحنة اللي ممكن لوحده وماشي في السكة عربية تخبطه فجاءت خط خط نام على جنبه فبدل ما بقى يلف بيبقى له ليل ونهار زينا بقى بيلف وما يفيش ليل ونهار بقى النهار بتاعه عشرين سنة والليل بتاعه عشرين سنة وكذلك كل الأقمار حاجة غريبة جدا بفتكر الآية ربنا صلى الله عليه وسلم يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء مين صحيح مفيش مفيش هد غيره وهو اللي بنى الكون وهندسه وأسسه على أساس إن في الأرض الليل بيبقى 12 ساعة والنهار 12 ساعة وفي الأمر بيبقى الليل 15 يوم وفي أورانوس الليل عشرين سنة وفي نبتون الليل أزلي مين اللي عملها كده ما هو هو من إله غير الله يأتيكم بضياء مفيش مفيش حد غيره أنه هو اللي أسس الوبانة لكون ونظمه وحكم بإن ليلنا يبقى 12 ساعة وليل الأمر 15 يوم وليل الأورانوس عشرين سنة وليل نبتون أزليا وهو اللي حكم بإن يكون ليل والنهار في أي مكان في الكون كما يريد لمن يريد وبالمقدر الذي يريد فلآية الصدق اللي فيها صدق حرفي فلكي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فمن إله غير الله يأتيكم بضياء ما نشوفنا فعلا في أماكن الليل سرمت والنهار سرمت الحمد لله اللي احنا على الأرض نحمد ربنا واتسبحوا على خير وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة